ألا يباغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام به العشر الأوائل حين هلت وعرفات فشمر للصيام به النحر الذي قد قال فيه إله العرش ذكرا للأنام الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا إننا نعيش الآن في أيام من خير أيام الضهر ليال أقسب بها الحق سبحانه في سورة الفجر في قوله تعالى والفجر وليال عشر أيام قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء كيف نتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركات؟ إنما يكون ذلك بالإكثار من الطاعات والعبادات من كان حريصا على قيام الليل وتلاوة القرآن وصلة الأرحام والصدقات في شهر رمضان فحرصه في هذه الأيام أولى إن كانت العشر ليالي الأخيرة من رمضان هي خير الليالي فإن العشر أيام الأولى من شهر ذي الحجة هي خير الأيام فيها يوم أقسم الله به في كتابه وهو يوم عرفة في سورة البروج في قوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال بعض المفسرين الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة يوم عرفة قال عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما من يوم رؤيا فيه الشيطان أدحر وأغيظ وأحقر منه في يوم عرفة وقال عنه هذا يوم من من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له وصيامه احتسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مستقبلا هذه الأيام العشر فيها يوم النحر وهو أعظم أيام الله في الأرض أعظم أيام الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر يوم النحر هو يوم العاشر منذ الحجة يوم عيد الأضحى ويوم القر هو اليوم الذي يليه حيث يستقر الحجيج في منا يوم النحر هو أعظم أيام الدنيا وفيه أعمال صالحة يتم التقرب بها إلى الله صلاة العيد عليك أن تصليها في بيتك مع أهلك كما صليتها في عيد الفطر وإياك وأن تهملها يحين وقتها بعد شروق الشمس بخمسة وعشرين دقيقة ويمتد وقتها إلى قبيل الظهر بثلث ساعة فإن تجاوزت الساعة الحادية عشر والنصف وقترب الظهر ولم تصليها في اليوم الأول فلك الحق في أن تصليها في اليوم الثاني يعني ثاني أيام العيد في نفس الموعد فإن لم تدركها فلك الحق في اليوم الثالث ما دمت في عيد الأضحى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن صلاة عيد الفطر تعدل عمره وصلاة عيد الأضحى تعدل حجه فإياك وأن تفرط في هذا الأجر العظيم من أعظم الأعمال في هذا اليوم يوم العيد وأيام التشريق هو نحر الأضاحي الذي صار سنة متبعة منذ أن قام سيدنا إبراهيم بذبح كبش الفداء عن سيدنا إسماعيل عليه السلام ويستحب لمن نوى أن يضحي أن يمسك عن قص الأظافر أو الشعر من بداية ذي الحجة تشبها بالمحرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذاسعة يعني أعطاه الله مالا كثيرا ووسى عليه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا من باب الترهيب والتنفير من التقاعس والتخازل في مثل هذا الخير العظيم لمن هو قادر عليه الأضحية سنة مؤكدة ولكنها ليست واجبة ويكره تركها مع القدرة التامة عليها ولكنها ليست فريضة وقد ورد أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لا يضحيان عن أهلهما في بعض الأوقات مخافة أن يرى ذلك واجبا ولكنها تصير واجبة في حالتين الحالة الأولى إذا نظرها صاحبها فعليه أن يفي بنذره لقوله تعالى وليوف نذرهم ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه الحالة الثانية إذا اشتراها صاحبها بنية الأضحية فصارت واجبة عليه فلا يفرط فيها ولا يتراجع عن نيته الأضحية من الأعمال العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي يوم النحر من عمل أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم وإنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بأقرانها وأشعارها وأظفارها وأظلافها حسنات محضرات في ميزان أعمال صاحبها عند الله وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك بأول قطرة دم منها هناك شروط لصحة الأضحية ينبغي أن نتعلمها الأضحية تهدف إلى شكر الله عز وجل على نعمة الحياة إلى إدراك هذه الأيام المباركات يشترط لصحة الأضحية النية الصحيحة أن ينوي المضحي أن هذا الزبح للأضحية وللتقرب إلى الله إذ كاء تقرب إلى الله فمن زبح مثلا بنية البيع أو بنية إكرام ضيوف أو بنية وليمة عرس أو ما شابه ذلك فهذا ليس مضحيا ولكن الأضحية لابد أن تكون بنية التقرب إلى الله بنية التضحية وشكر الله على نعمة كذلك ينبغي أن يكون الحيوان حيا صحيحا مبرأا من العيوب وأن لا يكون من صيد الحرم ويتجنب المضحي من الأضاحي المريضة والعوراء والعرجاء والعجفاء أي الهزيلة الضعيفة التي لا تنقي يعني لا تعطي لحما كافيا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة كذلك ينبغي أن تكون الذبيحة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فمن زبح غزالا مثلا لا يجزئ عنه كأضحية ولكن تكون من بهيمة الأنعام الإبل أي الجمال والنوق والبقر تشمل البقر والجاموس والثيران والعجول والغنم يشمل الضأن والماعز الخراف والنعاج أو الشياه والعنزة والجدي هذه هي بهيمة الأنعام التي نضحي منها ولا بد أن نراعي السن المعتبرة التي لا يجزئ سواها في الأضحية وهذه السن المحددة شرعا تقدر بخمس سنوات في الإبل وسنتين في البقر وسنة في الماعز ونصف سنة أي ستة أشهر في الضأن والخراف كذلك لا بد أن تكون الذبيحة التي جلبت للأضحية ملكا خالصا للمضحي فلا يجوز للمضحي أن يضحي بذبيحة مصروقة أو مغصوبة فهذه لا تقبل ولا تجزئ عنه ولا عن صاحبها من الأمور التي ينبغي أن نسلط عليها الأضواء الكاشفة أنه لا بد أن يكون الذبح ذبحا شرعيا صحيحا والذبح الشرعي له ركنان التسمية مع النية وإنهار الدم التسمية مع النية معناها أنه من السنة أن الإنسان المضحي يكبر سلاسا قبل التسمية وسلاسا بعد التسمية فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسمي بسم الله على ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكبر سلاسا بعد التسمية فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند زبح الأضاحي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يتلفظ بالنية فيقول اللهم إن هذا منك وإليك فتقبلها مني اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي وعن أبي المتوفى فلان ابن فلانة أو عن أمي المتوفى فلانة بنت فلانة فيستحب أن تشرك أهلك الأموات معك في الأضحية لأن ذلك يصل إليهم على هيئة نور وصرور في قبورهم من الأمور التي ينبغي أن نعلمها أن التسمية شرط أساسي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الشرط الثاني في الزبح الشرعي إنهار الدم وهذا يكون بقطع ثلاثة أجزاء في الرقبة المريء والحلقوم والأوداج والمريء هو مجرى الطعام في الرقبة والحلقوم هو مجرى النفس في الرقبة والأوداج جمع ودج وهو مجرى الدم في الرقبة نأخذ اتصال من الأخت شروق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم والسلام أهلا بك تفضلي أهلا بحضرتك أخوان حضرتك يا فيك محمد الحمد لله أهلا وسهلا كل عام وحضرتك طيب وحضرتك والأمة الإسلامية جميعا بخير اللهم أمين دلوقتي أنا عندي سؤال فضلي أنا نويت في يوم العشر تيام تمام؟ أه وحصل عوضر سهلي تمام أقدر أبدأ خلال عشر تيام ما فيش مشكلة ولا لازم من أول العشر تيام حاضر حجوبك إن شاء الله شكرا جزيلا فضلي نأخذ اتصال آخر من الأخت ياسمين السلام عليكم السلام عليكم يبدو أن الاتصال انقطع بالنسبة للأخت شروق هي بتسأل عن صيام العشر أولا إحنا ما بنصومش العشر بنصوم تسع أيام فقط لأن اليوم العشر محرم صيامه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى فالعيد لا يصام وأما بالنسبة لصيام التسعة أيام هي ليست واجبة في الأيام التسعة لكن النص الشرعي ورد في يوم عرفة أن صيام يوم عرفة يكفر زنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة لكن لم ترد سنة قولية أو فعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توصي بصيام الأيام التسعة منفصلة ومن صامها فبها ونعمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على فضائل الأعمال والإكثار من الخيرات في هذه الأيام المباركات والصيام من أجل الأعمال التي يتم بها التقرب إلى الله ومن هنا نقول إن الصيام عمل من الأعمال الصالحة رغم عدم ورود حديث يوصي بصيام الأيام التسعة ولكن يجوز لك أن تصومي بعض الأيام وليس كل الأيام ومتى حدث عزر لا تصومي إذا انقطع العزر فلك الصيام نأخذ اتصال من الأخ الخليفة السلام عليكم طيب اتصال آخر من أمو خالد السلام عليكم عليكم والسلام يا أهلا بيك تفضلي أنا باستمرار يا دكتور بالبلاي في الحلم إن أنا بأتبح بقرة لله وبأطحها وبفرق فيها ده في المنام ولا إيه أيوة في المنام تمام وبتكرر معي يعني ممكن تكون مرتين ترتف الشهر حاضر تعالى اللي بيزدت بهيمة واتبحة لله وبعمل علىها زي الزم عتيكة تمام شكرا يا أمو خالد حاضر تفضلي نأخذ اتصال من الأستاذ محمد من القليوبية السلام عليكم عليكم السلام وحضر الله وبركاته أهلا يا أستاذ محمد تفضل إذن أصحيبك بكل عام حضر الله بخير الله يبارك فيك ربنا يحفظك لا سمعني بإبعاد سعادتك زوجة والدة بقى لعشرة أيام والنفسان تصوم يوم عرف بحمد الله على السلام بقى لعشرة والنفسان تصوم يوم عرف فأنا قلت لها لأ بصراحة بس كيف تقول اليوم دي مش هيتعوّف تمام فأعمل ايه يعني خلال تصوم ولا والله أولا احنا قلنا أن الصيام ممنوع للحائض والنفساء إذا تطهرت وانقطع عنها دم النفاس قبل يوم عرفة وظروفها الصحية سمحت بالصيام فلها أن تصوم لكن إن كان ده يأثر على صحتها أو يأثر على الرضاعة بتاعتها أو كانت لسه في حالة نفاس يعني غير طه فلا تصوم على الإطلاق ولا يقبل منها ذلك وتأثم إن هي فعلت هذا الأمر تفضل شكرا نرجع للأخت الكريمة أم خالد رأت أنها تذبح بقرة في المنام إحنا عايزين نقول دايما الإنسان اللي بيرى أنه يذبح في المنام فهذا فدية عن ضرر أو مكروه وعليه أن يتقرب إلى الله حتى يدفع يدفع الله عنه ضر كان قد سيأتيه إذن الزبح في المنام يدل على الفدية يعني بتفدي نفسك أو بتفدي حد من أهل بيتك من ضرر أو مكروه اللي بيشوف ذلك عليه أن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحات حتى يدفع عنه هذا الضرر الذي قد يكون يلاحقه والعياذ بالله لازلنا نتحدث عن الأضحية الصحيح وبنقول يستحب أمور معينة أثناء الأضحية إن عند سوق الزبيحة تصاق برفق يعني نجد بعض الجزارين أو القصابين يضربون البهيمة هذا غير لائق ولكنها من السنة أن تصاق برفق وأن يعرض عليها الماء قبل الزبح مباشرة فتشرب ما يكفيها من الماء ناخد اتصال من أم أسماء السلام عليكم أهلا وسهلا نتفضل يا أم أسماء لو سنحت يا شيخ أنا وانا صغيرة وانا عندي مثلا 16-17 سنة كنت جيتني مليان جدا وكنت بعمل الرجيم على طول وضغشل في الرجيم فأعملها عشان أمتزم بالرجيم بقيت أقول ندر علي مثلا أن أنا مش ألغبط لحد يوم كذا في الشق فستحملشي فأروح ألغبط في الرجيم كذا مرة يحصل معي الموقف وبرضا أقول لما نجح في المدرسة هصوم عشر سيام لله فطبعا ندرت حياتي ودلوقتي نسيها وبيحصل معي الظروف يعني ورشة وكده في حياتي فأنا فيه وسواس معي بيعرفني إن اللي بيحصل معي ده من أصال المدرات اللي أنا ندرتها زمان إيه اللي فكرها وإيه اللي مش فكرها حاضر يا مؤسماء طبعا الأخت مؤسماء إحنا بنوصيها بالصيام صوموا تصحوا وطبعا يعني ثبت علميا أن الصيام يصفي الجسم من الدهون الزائدة ومن الشحوم الزائدة ويحافظ على وزن الجسم أيضا بنقول بالنسبة للنزر اللي أنت محققتهش الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ما قدرتش تحقق إيه فكفرته النزري كفرته صيام يعني صيام 3 أيام مكان النزر نأخذ التصال من أمات الله السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضلي يا فاند عايزة أقال حضرتك سؤال الله فضلي إحنا عايزين نجيب ابني عايزة 16 سنة وما عمنا نلاش عقيد الزروف يعني المادية وكذا حاضر كنا عايزين نجيب مثلا جديد صغيرين أو خروف وبعدين فجوزي بيقول عايزين نجيب مثلا نقطع مثلا 20 من الجزار 50 كيلو لحمة أو 40 كيلو لحمة بدل الجديد يكون أفضل هل دا يا بوز ولا لا يا دكتور حاضر هجاوبك تفضلي شكرا جزيلا تفضلي الأخت الكريمة طبعا بتتكلم عن العقيقة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة يعني المولود مرتهن يعني أنت دين فرقبتك أن أنت تذبح العقيقة عن المولود ما دمت قادرا وبنقول أن العقيقة دي بتكون سبب في حفظ المولود من الأمراض ومن الشياطين ومن الحسد ومن أمور كثيرة جدا ولو ما زبعتهاش في يوم السابع ممكن تذبحها بعد ذلك متى تيسرت لك الأمور وهي ليست واجبة لكنها مستحبة للقادر عليها طيب إحنا بنقول الأخت الكريمة بتسأل عن أنه تجيب لحمة مكان الدبح لا مش هلين فعل لأن اللحمة دي هتبقى صدقة وليست عقيقة العقيقة فيها زبح فيها انهار للدم وحتى لو ما وزعتهاش على الفقراء وحتى لو طبختيها وأكلتها لأهل البيت والأقارب فهي عقيقة بهذا الأمر المراد منها إدخال السرور والبهجة أما شراء لحم وتوزيع فهذا صدقة وليس عقيقة ناخد اتصال من أمو خالد السلام عليكم طيب الاتصال انقطع إذن العقيقة زبح زي الأضحية ما هي زبح ما ينفعش أن أنا أجيب تمن الأضحية وأتصدق به للفقراء أو الزوع الفقراء ده حيبقى صدقة مش حيبقى أضحية والفقهاء اختلفوا في الجمع بين الأضحية والعقيقة لأن بعض الناس بيسألهم هل ينفع أعمل ذبيحة واحدة بنية عقيقة مع أضحية عندنا الملكية والشافعية رفضوا ذلك وقالوا لا هذا لا يجزئ لأن دي لها نية ودي لها نية ولأن العقيقة فداء عن المولود أما الأضحية فهي فداء عن الأب يعني المضحي وأهل بيته أما الحنفية ورأي للحنابلة فقالوا أن هذا يجوز من باب التيسير إذا التقى الوقت يعني وقت الأضحية مع وقت عقيقة فهذا يجوز لأن الهدف من كل منهما انهار الدم أو إهراق الدم ومن باب التيسير والله تعالى أهلا وأعلم ناخد اتصال من الأستاذ إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام عليكم فضل يا أستاذ إبراهيم أنا بس كنت عاوز أهدم شكوى لله كده هوت قدام حضرتك لأن كان علي أتواخد خارب كده وبتليد من 1911 واتصلت إبراهيم بالجمعات الخيرية ولا حد أو الجمعات الخيرية دي ولا حد سأل عنه فأنا بشكوم لله قدام حضرتك بتشكو من إيه بالضبط يا أستاذ الرحيم لأن الصوت مش واضح قول تاني أنا حضرتك في 2017 كنت عاملنا شرورة بيطلو فالمسيئة نزل كمانها أقل من النصر فاخترت مبلغ كبير فاقتربت من الزملاء فأنا بصدرت بجميع الجمعات أني أقطع بينهم القرد دا حسن وردوا لأصحاب ورددوا ليهم تاني على أشفر يعني أستموا على أصاط علي فهو ولا حد سأل عنه فأشكوه من ربينا هو حسب الله شكرا يا أستاذ الرحيم إن شاء الله ربنا يفرق كربك بإذن الله تفضل ناخد اتصال من أستاذ الشام السلام عليكم السلام عليكم السلامة الله أهلا بك أستاذ الشام أو يوم وقفة عرفة أو يوم العيد مباشرة واندبحت يعني الوحدي يتبحها إزاي ويقول لي يعني حاضر 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 أستاذ الشام شكرا أستاذ الشام الأضحية وعن الأضحية عن المتوف أولا وقت الأضحية ما ينفعش يوم تسع يوم الوقفة الذي يذبح يوم الوقفة oldest صدقة صدقة مقبولة منه ولكن ليست أضحية الأضحية لها وقت شرعي بيبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى يوم النحر اللي هو يوم العاشر منزل حجة وزي ما قلنا صلاة العيد بيعشين وقتها بعد شروق الشمسة بخمسة وعشرين دقيقة بعد صلاة عيد الأضحى بيبدأ وقت النحر يستمر طول يوم عيد الأضحى اللي هو يوم النحر ويستمس طوال أيام التشريق الثلاثة الحدي عشر الثاني عشر والثالث عشر وينتهي وقت الزبح بغروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد اللي هو يوم 13 زلحج إذن عندك من بعد صلاة العيد يوم عشرة لغاية غروب شمس يوم 13 ده الوقت المشروع للزبح قبل كده أو بعد كده دي صدقة ويبقى ما أدركتش الأضحية هنجاوبك بقى بالنسبة للأضحية المتوفة بس هم ناخد اتصال من الأستاذ النرمين السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا فند وعليكم السلام أيها وسامة حضرتك اتفضلي يا سلام طيب وط التلفزيون بس لو سمعت أنا جتنا جمل وامضحوا بي آه وإني أبو صحبتي وأصلا جزار في الحياة لجزار بس أنا شفت بالحلم وصحبتي معي وبعد هنا يعني جام وقعدوا معنا شوية ودول الحلم يعني وإنه وإحنا همضحوا بالجمل وبعد كده حد على كده شكرا حاضر يا أستاذ النرمين تفضلي شكرا نرجع ناخد اتصال من الأستاذ خالد السلام عليكم معلكم السلام أهلا يا سلام أهلا يا سلام أهلا يا سلام أهلا يا سلام ورحمة الله وبركاته كانت تعد السؤال شخنا تعد عمرك تفضلي بالنسبة معي أنا المدام شافت رؤية جاموسة كانت بتنطحها يعني وعبطت من يدها ورؤية كان كده شافت معي كان الأختي يعني راحت عندهم زيارة وأمها كانت متوفية وأي ما ترفي الأم التي تعتها وديتها دائب مكسر وديتها خيارة وديتها خمسين جنيه ورغمها ما تعرفش يعني أختي دي متعرف والوالدة دي على قيد الحياة الوالدة دي على قيد الحياة أبوها متوفية 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 تمام حاضر بارك الله فيك شخص شكرا تحتعمك تفضل شكرا جزيلا نرجع لسؤال الأستاذ الشام بالنسبة للأضحية عن المتوفية الأضحية عن المتوفية لها ثلاث أنواع النوع الأول أن أنت تعمل نية مزدوجة يعني وانت بالضحي تقول اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي وعن أبي المتوفى أو أم المتوفى أو أخي المتوفى فلان ابن فلان وتحدد وتعمل ازدواج للنية وده أفضل حالة لأن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضحى قال اللهم منك وإليك اللهم إن هذا عن محمد وعن أمة محمد وعن آل محمد ومن المعروف أن آل محمد وأمة محمد كان فيهم أموات دي الحالة الأولى الحالة الثانية أن يكون المتوفى قد أوصى يعني عمل وصية لأولاده أنهم يحفظوا على الأضحية من بعده وعمل وقف لذلك من تركته خصص جزء مثلا لا يتعدى السلس من تركته لأنه يكون دخل الأضحية وألزم أولاده بأنهم لازم يضحوا عنه ففي الحالة دي أصبحت واجبة عليهم من باب تنفيذ الوصية إلا إذا عجزوا عن ذلك فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه دي الحالة الثانية أما الحالة الثالثة أنه ما يكونش المتوفى وصى بأضحية لكن جاء ابنه مثلا أو حد من أهله الأحياء أفرد له زبيحة غير زبيحته يعني يجي مثلا الراجل ضحى عن نفسه وعمل أضحية تانية عن أبوه في هذه الحالة دي مش أضحية دي هتبقى صدقة يصل سوابها للمتوفى على هيئة صدقة وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن كان له أموت من أهله سيدنا حمز بن عبد المطالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حبيبا إلى قلبه ومات شاهدا في غزوة أحد ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه بأضحية منفردة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب سيدة رقية سيدة أمو كلسوم والقاسم وعبد الله وإبراهيم كل أولاده ماتوا في حياته معدى السيدة فاطمة ولم يرد أنه أفرض أضحية لهم إذن أفضل شيء بالنسبة للتضحية المتوفة أن هي نفس الأضحية بتاعتك وإنت هتأخذ الأجر والأجر حيوصل له بس ده بيكون بالنية تعمل حاجة اسمها ازدواج النية فيجوز أن تكون النية مزدوجة في الأضحية عن الحي وعن الميت وده بيكون أفضل شيء لكن أهم حاجة نلتزم بالقواعد الشرعية وإن هي تكون الأضحية فيها ذبح شرعي وفيها انهار للدماء زي ما قلنا أو إغراق للدم يعني ما يجيش حد يقول أنا أتصدق بفلوس أو سمن الأضحية لأن ده غير جائز ناس كتير بتسأل وبتقول نتصدق بسمن الأضحية بنقول لهم دي صدقة مقبولة وليست أضحية ناخد اتصال من أمو خالد ونرجع إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام يا دكتور الدين النصيحة أنت بتقول لي مثلا أن أتقربي وقالي لو قالي اللي دي بات تقول أنت لقع الرؤية فتعل البار العمل تبع عليك أيوه وبتقول لي يعني أعمل حد تتقربي أو كده أنا أول آم يعني الحمد لله رب العالمين يعني قريبة من ربنا أوي 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 الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى دايما يرسل هذه الرسائل للمقربين إلى الله بإذن الله بس أنا مثلا عشان أعمل مثلا الحاجة دي يعني كنت أنا ممعيش أولاد أصلا فابنك تي يعني أنا مربياء فكنت بقول مثلا ربنا عطاره أنا لا يشير العقيقة فجيت لي رسا في الرؤية فعشان أعمل مثلا أنت بتقول لي أرمي ربنا الحمد لله يعني وريبا من ربنا كثير سبحانه ربنا بيحبني التقرب إلى الله إنما يكون بنوع من الصدقات نوع من الفدية نوع من التضرع مثل هذه الأمور وهوضح لحضرتك إن شاء الله كيفية التقرب الحمد لله بس أقرب الناس لي يعني أقرب الناس لي يعني سبحانه أنا بمين عليهم الحمد لله رب العالمين زغان أخواتي أو أحد من أولاد أخواتي تمام مش عشان أنا أمعيش أولاد يعني فأنت لما بتقول لي يعني أرمي ربنا يعني اتهزمت لأنه غريب قوي يعني سبحانه الله الحمد لله رب العالمين هو أنا هقول لحضرتك على حاجة برضو إلا دايما الإنسان مش معنى إن ييجي ابتلا أو ييجي أزى إننا بعيد عن ربنا بالعكس إن الله إذا أحب عبدا ابتلا فمش معنى إننا ممكن أصاب بضر إننا إنسان بعيد عن الله بالعكس ده الأنبياء اللي هم أقرب الناس إلى الله ربنا سبحانه وتعالى كانوا أكثر الناس ابتلاءا فده يدل على إن أنت قريبة من ربنا سبحانه وتعالى لكن ربنا عايزك تقربي أكتر فبما استطاعتي من الصدقات أو القربات والرسول صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن ذلك قال ابدأ بنفسك فإن فضل عن ذلك شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك وهكذا وهكذا يعني زي ما أنت بتعملي الأقرب في الأقرب مدام عندك أقارب فقراء استمري في التصدق عليهم ومساعدتهم وربنا يصرف عنك كل مكروه إن شاء الله شكرا جزيلا ناخد اتصال من الأستاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم والسلام أهلاً أستاذ محمد أزيك يا فندم اتفضل أهلاً بيك ربنا يحفظك الله خليك يا فندم أم ممكن يسأل بس سؤال بس بره الموضوع يا فندم اتفضل تحت أمر وبالنسبة لأدخال الأنابيب الزوجات يعني ما بتخلفش وكذا العمليات بتاع الأدخال حلال أم حرام طيب حاضر يا أستاذ محمد يا فندم حاضر حجاوبك إن شاء الله والعمليات بتاع تحديد الجنين يا فندم نوع الجنين أو يعني حرام أم حلال حاضر إن شاء الله هجاوبك شكرا جزيلا اتفضل بالنسبة لإحنا وضحنا حكم الأضحية عن المتوفى وطريقتها وقلنا إن الأضحية لازم يكون فيها زبح محدش يقول أنا بوزع تمانها فلوس لأن ده غير جائز ولا يصح ولا يجزئ لكن هيكون صدقة الأخت اللي شافت الجمل في المنام الجمل ده بيكون رمز للصبر إن ممكن الإنسان الرائي يمر بمحنة ويصبر عليها ويكافئه الله على صبره لكن زي ما قلنا الإنسان اللي بيدبح ده معناه إن ربنا بيفديه من ضر كان حيصيبه فيزيد من التقرب إلى الله عز وجل بالنسبة للأخ الكريم اللي زوجته رأت في المنام إن بقرة أو جموسة تنطحها إحنا عايزين نقول دايماً الضرب دائماً يدل على الخير ودائماً الخير للمضروب من الضارب يعني إذا رأيت شخصاً في المنام يضربك فسوف يصيبك منه خيراً بالنسبة للأم المتوفاء اللي ظهرت لها في المنام وأعطتها بعض العطايا فعطية المتوفاء دليل على الرزق قادم بإذن الله الأخ الكريم اللي بيسأل عن مسألة أطفال الأنابيب طبعاً إحنا عايزين نقول المسألة دي فيها خلاف ومسألة تحديد نوع الجنين برضو فيها خلاف أكبر لكن استفتي قلبك في هذه الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداوى وعباد الله إذا كان الإنسان عنده مرض ويقدر يتداوى منه إذا كان إنسان عقيم طبعاً إحنا بنؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيمة لكن الإنسان إذا كان عقيم أو إذا كان مريض لكن في سبيل للشفاء أو في سبيل للحصول على نعمة الأولاد والتماس هذه النعمة من الله فلا بأس بذلك عند أكثر أهل العلم في العصر الحديث وأما بالنسبة للمسألة الثانية فهي أشد خطورة ووقف كثير من العلماء عندها موقف الإعراض لأن هذا قد يتسبب موضوع تحديد الجنين قد يتسبب في ضعف أو تشوه يعرفه أهل العلم من الأطباء والله تعالى أعلى وأعلم إذا رجعنا للسنن اللي بنتكلم عنها للزبعة إحنا قلنا يعرض الماء على الزبيحة تستخدم سكين حادة جيدة يعني ما ينفعش إن الجزار يجيب سكينة تلمى ويدبح بيها وينبغي إنه هو يشحز الشفرة يعني يحد السكين قبل الزبيحة وما يكونش إحداد السكين قدام الزبيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد بيحد الشفرة بتاعته أمام عيني الزبيحة قال إنك بذلك تميتها موتات يعني بتموتها أكتر من مرة هل شحزت شفرتك قبل ذلك وإنت بعيد عنها عايزين نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا زبحتم فأحسنوا الزبحة وليشحز أحدكم شفرتها وفي رواية وليحد أحدكم شفرتها ولي يرح زبيحتها ناخد اتصال من الأستاذة نرهان السلام عليكم أهلا وسهلا تفضل يا فند أنا حلمت حلمت حلم فضالي أولا جاء ابن عم عريف وحلمت صليب السفارة وحلمت تاني إن أنا رحبتين وجاء بابين إن إيه بابين حسنوا يعني حسنوا قتلت وصلت عينة حلمت إن إنت شايفة بابين أيوة حسنوا يعني رحبت معنطقة رحبت شبت بابين ومكل عينة طيب حاضر تفضلي اتصال من الأستاذة أسماء السلام عليكم السلام عليكم حلقة يضيق أو ينسلق بساطة الوقت من تحت أقدمنا رؤية البيض في المنام تدل على كلام كثير في حقك يعني إن فيه بعض الناس بيغتابوك والعياذ بالله لكن ده مش هيضرك في شيء لأن اللي بيغتابك أنت بتخدي من حسناته وهو بيشيل من سيئاتك إن شاء الله وقد روي أن سيدنا الحسن بلغه أن رجلا قد أساء إليه وسباه وتحدث في شأنه فأخذ طبقا من أجود أنواع الطمور وأعطاه إليه وقال هذه هديتي أهديك إياها لأنك أهديتني حسناتك عندما اغتبتني ففي بعض الشخصيات بيتكلموا في حقك أو بيغتابوك وإنت أكيد حتكون عرفاهم لو أنت عرفاهم شخصيا تقرب إليهم بالحسنة وصف نفسهم عملا بقول الله تعالى إذا أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ناخد اتصال من الأخت مونة السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أهلا بك يا أستاذ مونة اتفضلي اتفضلي سامع حضرتك أنا حلمت أن أنا مضارات عائل صغيرة وزي كده أنا مش محلت حضرتك مخلفتيش في الحقيقة لا وفي مرة كان حلمت أنه فيه أيها تفضلي حلمت أنه فيه اتنين جايان البيت عندي كده تشيوه وواحدة كانت لقص أبيض أبيض واثنين رجالة بلقصين أبيض أبيض وبيكلوا عنده ماشي حاضر تفضلي شكرا ناخد اتصال من الأستاذ النادي السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا وسهلا نادي عليكم والسلام تفضلي جزاك الله عنا خيرا يا شيخ ربنا يحفظك وجزاكم مثله تفضلي طب أنا ليه عندك بس كم تقصر ومنون كده تفضلي السوال الأولاني هو في الصلاة لما بنتشهد يقولوا اللهم صلى على سيدنا محمد ويقولوا اللهم صلى على محمد دي حاجة حاضر الحاجة التانية فيه أحيانا والإسلام طبعا نها عن الكد بس أحيانا بنضطر ان احنا نجذب للإصلاح مدين اثنين أو منعي مشاكل مدين اثنين أيها دي حاجة وعايز أعرف برد رأي الدين في الناس اللي تشهد دور والناس اللي بتشوف الحق ومحيطاش تشهد حاضر وأشكرك تفضل يا فنم شكرا طيب احنا بالنسبة للأخت اللي ابن عمها متقدم لها النعريس وشافت بابين في المنام البابين دول يدل على ان هيتقدم لها خاطبين في نفس الوقت وعليها ان هي تحسن الاختيار بينهم وحسن الاختيار ده هيكون بصلاة الاستخارة عليها ان هي تصلي صلاة الاستخارة وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خاب من استخار وما نادي ما ما نستشار وصلاة الاستخارة مش معناها ان لازم تشوف رؤية يظهر فيها شيء طيب او شيء سيء لكن هتلاقي ان قلبها منجزب للخير بطبيعة الامر ان شاء الله اما بالنسبة للاخت التي لا تنجب ورأت انها ترضع طفلاً وجود الطفل في المنام اولاً بنحدد اذا كان الطفل ده ذكر ام انثى لو هو ذكر هيبقى نوع من الهم ملوش علاقة بالانجاب نوع من الهم ولما بتقوم بعملية الارضاع بيتفرج الهم باذن الله اما بالنسبة اذا كانت بنت اذا كانت طفلة فالبنت تدل على دنيا وسعادة وحياة طيبة قادمة بالنسبة للاخت الكريمة اللي شافت برضو ان فيه بعض الناس اللي لابسين ابيض دخلوا مؤكلوا عندها فده يدل في الحقيقة على انها من اهل الخير يعني بتحب اطعام الطعام واحياناً بنقول ان اللون الابيض يدل على النقاء يعني اللي يشوف ناس في منام لابسين ابيض فده يدل على النقاء وصفاء السريرة ان شاء الله اختنا الكريمة اللي بتسأل على التشهد الصيقة الاصلية للتشهد الاساسية التحيات وبركاته لله وصلاة والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وعده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مهن ذلك أنه إحنا بنقول شي سيدنا محمد لا طبعا إحنا في كل أحوالنا بنقول سيدنا محمد ومعلمنا وقائدنا وشفيعنا وأستاذنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اللي قال لا تسيدوني في الصلاة فلذلك إحنا بنلتزم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تأدوا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب معنى ذلك يا شيخ أن لو حد قال أشهد أن سيدنا محمد في الصلاة يبقى صلاته بطلة لا طبعا الصلاة صحيحة وإن شاء الله ما فيه شيء لكن احنا بنقول الأولى والأفضل نلتزم بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكذب في حالة إصلاح ذات البين احنا عارفين أن الكذب طبعا من الأمور المنهية عنها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يجذب ويجذب حتى يكتب عند الله جذابا ويدخل النار والعياذ بالله لكن الكذب مباح في ثلاث حالات في حالة الحرب مع الأعداء لأن الحرب خدعة وفي حالة كذب الزوج على زوجته لإرضائها يعني إذا كانت مثلا هيئتها غير طيبة وقال لها كلام مخالف للواقع من باب إدخال الصرور ويعني جلب المواد والرحمة بين الزوجين فهذا جائز أيضا ولا إثم فيه ومن باب إصلاح ذات البين يعني إذا كانت نم متخصمين وطرف من الطرفين شتم الآخر حل غيابه هم رحشا نقل له السب أو الشتم وقول ده هو قال عليك كذا لا أنا غير الكلام وقول إنه هو بيمدح فيك وبيثني عليك وبيقول كذا وكذا من باب تطييب النفوس ومن باب إصلاح ذات البين وده من أجل الأعمال إلى الله والكذب فيها ليس ضرا أو ليس فيه إثم كما نعلم مدامة النية هي إصلاح ذات البين وقد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أيوب الأنصاري فقال له يا أبا أيوب ألا أدلك على عمل يحبه الله ورسوله قال بلى يا رسول الله قال تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا فهذا من أعمال الخير أما بالنسبة لشهادة الزور طبعا إحنا عارفين دي من أكبر الكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث الإشراك بالله وعخوك الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وإحنا قلنا أن اليمين تلت أنواع فيه يمين لغو وإنك تحلف على غيرك وما ينفسش وده ربنا بيصفح عنك يعني إذا كان عندك ضيف وقلت له والله لا آكل والله لا قاعد وهو ما نفسش أو لم يبر قسمك وقام وانصرف وما كلش كده مش هيبقى فيه اسم لقوله تعالى لا يواخذكم والله بالله وفيه أيمانكم النوع الثاني اليمين المنعقدة إنك تحلف على نفسك إنك تعمل شيء وما تعملوش يعني تقول لي واحد والله أنا حجيلك يوم كذا وما تروحش في الحالة دي يبقى أصبح عليك كفارة يمين كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام كمان على النوع الثالث اليمين الغموس الذي يغمز صاحبه في النار وده ما بيكفرش بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين لكن لابد من رد الحق إلى نصابه وده اللي بيكون في شهادة الزور والعياذ بالله إن أنا أحلف إن أنا شفت فلان بيسرق أو أحلف إن شفت فلان بيعمل كذا وبقى كده وضعته في ضرر وأخذ حكم سيء ولوست سمعته أمام الناس وما ينفعش بعد كده بعد ما شاهدت عليه الزور وأقسمت إن أروح أصوم ثلاثة أيام وأقول خلاص أنا كده كذبت وحرفت كذب ورجعت كفرت لا لأن يمين الغموس بتغمز صاحبه في النار إن لم يرد الحق إلى صاحبه وإن لم يرفع الضرر عن المتضرر وأما كتمان الشهادة فهو من الأمور المنهية عنها لأن الحق سبحانه قال في القرآن العظيم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولذلك القرآن بيقول ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يعني حتى لو هتشهد على نفسك أو على أقرب الناس إليك لا يجوز لك أن تكتم الشهادة أستاذ نرمين اتصال السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم يا شيخ أهلا وسهلا تفضلي أمت سعيبك أقول لك يا شيخ نحن نحن في بيتنا تحت ومليانة تعابين كتير والتعابين في لونها ألوان غريبة كده ألوان وأسود وأربر وأسود وإننا عندنا أرضى في حمام والحمام زوك تقريب فترة فعلا لما بيبتش والطبق اللي بيبت فيه بيت وكده فيته أبانه صيع وأمه وإن أنا وبنت عمتش فيته أبانين محددين جايين علينا إحنا اللي اتنين وراح وأنا بفوت أنا مايليا اللي تستخبى فيها فأنا اللي عمالها استخبى فيها والتعابين جاي علينا وعما تعمل السن اللي فيها أهلنا نزل وموت التعابين كلها إلا التعابين اللي في قولة الحمام فهو أخلص الحلم على كده من نصحة على كده صعامة الصفح حاضرة فضالي شكرا طبعا إحنا ناخد اتصال من الأستاذ آية وبعدين نكمل إن شاء الله فضالي أستاذ آية السلام عليكم عليكم السلام كنت شفت كنت صالت التخارع العريق متقدم وشفت الحلم ده فضالي شفت أنا في البيت يعني اللي هو المقفوضها عود فيه أو كده والدتي معي ومامته وفي أسانسير فهي مامتي رجبة الأسانسير ونازلة فيه ومامته جالها تليفون ورجبة الأسانسير ففيه بنتين كده واقفين أنا كنت تقول إنها زي مرات أخو هم يعني بيضة كده بس بشعرها وجسمها مضغطي المامي دخل في الشقة فأنا استغربت يعني قلت هو اللي دخلهم ما فيه شغر هو وأنا فبعدين شوية ولقيتهم إيه آآ الاتنين اسمهم رقية والاتنين إخوية تمام فأنا دخلت وبعدين فضلت قاعدة كده وشوية ولقيت الشقة دي زي مفروشة وأنا قاعدة على كرسي ومسكن بالي وبصورهم بس البنتين دول رفيعين وصمر شوية يعني هما كانوبيض لا هما صمر شوية وهو وأنا مستنكرة يعني إن هم موجودهم ليه فهو جاي فعم أعمل إزاي إحنا نكفي الزرار ده ونقيده وننسى كل اللي فده تمام حاضر تمام وبعد كده شفت إن أنا في شارع وليه عامني اسمه مصطفى مقابلها وشايلت شوناه كده وماشي فقابلته وماشينا مع بعض عاملنا عدي كده شوارع فيها زي مطبط عالية شوية أو اللي بتبقى صلعة عالية دي وبعدين لقيت وقف بقوله بابايا هو كلمت وبيقول لبابا تعالي يعني وبابايا كان لابس شكسي يعني لابس لابس شكسي بتاع جمل كده شكسي جمالي عنده بس شكسي و واضحة يا أستاذ آية حاضر هجاوبك إن شاء الله واضحة جدا تفضل الأخت الكريمة اللي كانت بتسأل عن الثعابين احنا ذكرنا باختصار قبل كده إن الثعابين في المنام تدل على أعداء سواء كانت الأعداء دي من الإنس أو من الجن وأما بالنسبة للون الأسود فاللون الأسود دايما في المنام بيدل على تكالب الشياطين والجن وما شابه ذلك والحسد وأعمال السحر وهذه الأمور ولذلك على من رأى مثل هذه الرؤية أن يقرأ صورة البقرة حتى يتحصن بها وأن يكثر من الالتزام بالوضوء والأذكار أما بالنسبة للأخت آية اللي صلت صلاة الاستخارة فأنا هختصر لك الرموز الموجودة في الرؤية بالنسبة للمصعد أو الأسنصير فده يدل على انتقالك من مرحلة إلى مرحلة يعني إن شاء الله الزيجة ستتم من هذا الشخص لكن فيه مطبات ظهرت تدل على أن حيكون فيه بعض صعوبات في فترة الخطبة قبل الزواج بعد كده فيه أسماء ظهرت في الرؤية بنفسر الرؤية من واقع الأسماء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اللي يشوف شخص اسمه حسن يبقى حياته حسنة شخص اسمه ياسر يدل على اليسر عبد الرزاق يدل على الرزق فبالنسبة للرقية تدل على الارتقاء يعني ارتقاء لحياة أفضل إن شاء الله بالنسبة لمصطفى يدل على الاصطفاء يعني حسن الاختيار فالاختيار سيكون صائبا بإذن الله تعالى باختصار شديد بالنسبة للأضحية كما ذكرنا أوضحنا أمور مهمة جدا وهي أن نلتزم بسنن الأضاحي والبعض يسأل هل يجوز لو أنا ما معياش فلوس إن أنا أقصت أو أقترض إذا كنت هتقدر تسد الدين وعارف إن جايلك فلوس بعد كده يجوز لما رواه الدارة قطني عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أستدين وأضحي قال نعم فهذا دين مقضية لكن هي ليست واجبة إن ما كنتش هتقدر توفي بالدين أو تسد الدين يبقى ما تعملهاش بالنسبة للإدخار من الأضحية بعض الناس بيقولوا هل يجوز أن أنا أتدخر من الأضحية في حديث في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عن مثل هذا الأمر وقال ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وكنت قد نهيتكم عن لحوم الأضحي فوق سلاس ألا فأمسكوا منها ما بدى لكم كلوا وتزودوا واتدخروا إذن أصبح هذا جائز بأمر الحق تبارك وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسافر هل يضحي في البلد اللي هو فيها ولا يوكل أهله هو طبعا هنا الأمرين جائزين إذا ضحى في البلد اللي هو فيها على سبيل أنه هو المتصدق والمضحي ويشهد زبيحته فهذا جائز إن وكل أهله إن هم يسبحهم هذا جائز لأن الأضحية بتكون عنه وعن أهل بلده هل يجوز الاشتراك في الأضحية نعم يجوز إن سبعة يشتركهم في صريح مسلم عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فكانت البدنة على سبعة والناقة على سبعة يعني الناقة اللي هي الجمل أو الناقة والبدنة البقرة أو الجموس أو الثور أو العجل يشترك فيها سبعة أما الضأن والماعز فلا اشتراك فيه نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته